المغرب ما زال كعمر الكتب في تاريخها وهذا الشيء الذي نعيشه في هذه اللحظات سيقرأوا عليه لأول مرة في تاريخها إسبانيا تعلن اعترافها رسمياً بمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007 ربعت ربحات مادريد وما كان هدرش على الكورة الإخوان ما كان هدرش على الكوب دي منذ 2018 دي المغرب ضد إسبانيا كان هدر على دولة ربحات ديبلوماسياً دولة أخرى علش إسبانيا عتارفات بالسيادة دي المغرب على السحر علش الإعتراف الإسبانيا مهم؟ علش عتارفوا دابة؟ علش كيناد لها يلالة في العالم الإخوان وإسبانيا عتارفات دابة للمغرب بالسحرات ماذا هو الموقف في الجزائر؟ هذا الشيء الذي نشرح لكم اليوم نهار 18 مارس 2022 يوم ستدخل في التاريخ المغريبي عتارفات إسبانيا المحتل والمستعمر القديم للسحرات المغربية بالسيادة المغربية على السحرات ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز صيف تريسالة المالك محمد الساديس يقول فيها أن المغرب هو المرشح الأساسي في الميل في السحراوي وأهم مرشح شرعي ومعقول في الميل في السحراوي اليوم ندخل مرحلة جديدة في علاقاتنا مع المغرب وننهي نهائياً أزمة مع شريك استراتيجي إسبانيا تعتبر مبادرة الحكم الذاتي للإقليم المتنازعي عليه التي تقدم بها المغرب سنة 2007 بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلف هي أصلاً ديالنا الإخوان خاصنا نعود ونأخدوه ملخاً كان المغرب قدم طالب المساند الإسباني عام 2007 قالوا لهم عطار فولينا في السحرا أنها ديال نحنت هي ديال ومن 2007 الإخوان هما ساكتين وممزيزنين حتى 2022 وبالعكس ليس غير بقاءوا ساكتين تكفست العلاقة الديبلوماسية بالبلدان بجوجه في علاقاتنا مع جاراتنا إسبانيا صحيح أن هذه العلاقات مرت في الفترة الأخيرة بأزمة غير مسبوقة هزت بشكل قوي الثقة المتبادلة وطرحت ساساؤلات كثيرة حوال مسارها في أفريل 2021 شيف ديال بوليزاريو إبراهيم غالي جاهل كوفيد جاهل رواح الإخوان من الأخ جاهل رواح بشي تداوى من الرواح بشتال مادريت تخيلوا معايا ديال بغي إستس دوله ومعتش بغي دير محي قدرشي داوة راسة من الكوفيد ما جبهة البوليزاريو المطالبة باستقلال الصحرائبية إبراهيم غالي للعلاش وهو ما أثار سخط الريباط التي أكدت أنه دخل إسبانيا آتيا من الجزائر بوثائق مزورة وهوية منتحلة شتال مادريت بشي تداوى واستقبلوه مادريد وكان تم خطأ فادح ديبلوماسي من عند الإسبان في ميه 2021 تكبوا عليهم قاعد الحراقة والمهاجرين الأفريقى اللي نورمال موكيكاليوهم المغرب في سبتة وتم عرفوا القيمة استراتيجية للمغرب مكالين عليهم الصحب الإفريقية كاملة والأبواب ديالهم في الدين المغرب في نفس الشهر السفيرة المغربية السيدة بنعيش استدعات هذه الرباط من أجل استشارة وبقيت في المغرب ومشأت من مادريد وجاءت الرباط وبقيت إلى يومنا هذا حتى البارح يوم الأحد 20 مارس 2022 عد رجعت لعنده من مادريد لماذا الاعتراف الإسبانيا بميل في الصحران ما يقوم بها الاعتراف دول أخرى؟ لماذا بالطبط الاعتراف ديالهم مهم بالنسبة للميل في ديالهم؟ حينتهما الإخوان الذين كانوا مستعمرين إسبانيا كذلك ليست فقط مستعمراً سابقاً ولكن ستوفر على الوثائق المهمة بخصوص وضعية الصحراء قبل استعمارها أصلاً الصحراء كانت تلك المغرب ومور الحرب العالمية تفرتك العالم وما جاءوا استعمروا الصحراء وابقوا عاصرين فيها ومشاوا مني ومشاوا ما بغوش اعترافوا المغرب بالسيادة دياله لذلك هذا ما لدينا معهم مشكلة ليس هو البوليزاريو وليس هو الجزائر لدينا مشكلة معهم هما كمستعمار سابق للصحراء واليوم اعترافوا بالسيادة المغربية على الصحراء بالكثير من الشخصيات الأوروبية والكثير من السياسيين العالميين ايدوا وشجعوا وحياوا إسبانيا على هذا القرار الذي تأخذوا منهم جوزي زابطيرو منهم إمانويل فالس الوزير الأول السابق في فرنسا والكثير من السياسيين يقولوا أن هذا القرار الذي اخذت إسبانيا عقلاني وهو الذي سيكون جددت فرنسا اليوم دحمها لمخطط الحكم الذاتي المقدم من طرف المغرب باعتباره أساساً للنقاش ومن نسوش أن دونالد ترامب كان عالنيا وأمام العالم بالسيادة المغربية على الصحراء وأن غير السمال التي تأتيت قبل أن تأتعرف إسبانيا وواشنطن دعمات سند المغرب في التوصيل الصحراء وكتقول بأن الصحراء مغربية 100% الحكومة الحالية جو بايدا تدعم المغرب في الصحراء ومن نسوش أن الموقف ألمانيا العمود الفقري الاقتصادي في أوروبا أول قوة اقتصادية أوروبية اعترفت المغرب بالسيادة على الصحراء وهذا ما برزت حتى إسبانيا وكان يجب أن يتبعوا إشارات نجابية بشأن قضية الصحراء المغربية بعتت بها برلين حيث اعتبرت الوزارة الفيدرالية لشؤون الخارجية في بلاغ لها أن مخطط الحكم الذاتي يشكل مساهمة مهمة للمغرب في تسوية النزاع حول الصحراء لماذا تعرفوا إسبانيا الإخوان المغرب في الجزائر تبرزتهم؟ وخاهمك يقولوا قبل أن نعترف المغرب رقلنا الجزائر بأننا سنعترف المغرب بالسيادة على الصحراء حتى أصلاً ديالهم؟ ماذا تدعو الجزائريين؟ لأنهم استدعوا السفير ديالهم من أجل الاستشارة يريدون أن يقوموا معهم العلاقات الدبلوماسية بطريقة غير مباشرة من الأخرى الجزائر تقول أنها ليست طرفاً في هذا النزاع لماذا تدعو السفير في مدريد للتشاور لأن هذه المسألة؟ أمريكا مركع للجزائر لتدوز الغاز في غير أوروبا من المغرب والجزائر لا يمكن أن تهدد إسبانيا بالغاز لأن أول مستفيد من هذا الغاز هي الجزائر على أوروبا صادرات ديالغاز مهم بزاف الخزينة ديالتولة للجزائر ممكن أن يقطعوهم عليهم الفاعلون الاقتصاديون يرحبون كثيراً بقرار الحكومة الإسبانية الأخير بشأن الصحراء المغربية حتى بالنسبة للذين يعتقدون أن إسبانيا لا تستطيع الاستغناء عن الغاز الجزائري والتداعية السلبية لذلك الإحصائية المسجلة في السنوات الأخيرة تشير إلى انخفاض الغاز الجزائري المستورد من 80% إلى 23% فقط الآن هناك ارتفاع ملحوظ في استيراد الغاز من الولايات المتحدة الأمريكية ودابة حالياً مريكا تغطى على الجزائر لتدوز الغاز ديالها من البايبلاين اللي دايز على المغرب اللي هو مقطعوه لعمليه فقط يقولوا إحنا مقين لش ندوزوا الغاز من المغرب إحنا مخاصمين مع المغرب سندوزوه من اللا ميديتيراني جزائر رفضت طلباً قدمته نائبة وزير الخارجية الأمريكي خلال زيارتها إلى الجزائر من أجل إعادة تشغيل خط أنابيب الغاز المتوقف باتجاه إسبانيا والمار عبر المغرب محاولة إقناع الجزائر بإعادة تفعيل الأمبوب المار عبر التراب المغربي إلى أوروبا وإن هو قرار تم اتخاذه بشكل سيادي من قبل الجزائر ربما هذه هي واحدة من الضغوطات التي يحاول أو تحاول أوروبا أن تضغط بها على الجزائر لتعويض الغاز الروسي سؤال رئيسي ديالة الحلقة لماذا إسبانيا عطارفات دابة؟ وسط الهيلالة العالمية وسط الروينة العالمية إسبانيا عطارفات المغرب بالسيادة دياله على الصحر حتى الإخوان العالم يتفرق العالم يتفرق على جوج رأينا هذا كيف نطرف أوكرانيا أوكرانيا كيف نطرفها؟ بوتين كي يهجم على أوكرانيا كيف ندر تبازا علمون فاصيلين وسط أوكرانيا مثل الدونباس مثل الكريمي في 2014 لشبه جزيرة القرن لفادو كل غيصوفون لتابعي الله ونوض الهيلالة وفي فبراير 2022 يهجم على أوكرانيا عطارف بالدونباس بالاستقلال دياله على الهجم هذا الانفصاليين الذين عندنا تحتنا تحت بلادنا لم يخدام الأمن العالم حاليا الإخوان لا يجب أن يبقوا انفصاليين في دول مهمة بحال هذين عندنا دابة في شمال إفريق نحن في أبواب أوروبا لا يمكن أن يأتي حزب الله وإيران كيف كانوا يسلحوا في ميليشيات التحت ولا يبقى لدينا الأمان ذكرت صحيفة ديرشبيغل الألمانية أن إيران تعمل على زعزعة استقرار المغرب من خلال دعم جبهة البوليساريو وأضافت الصحيفة أن تهران زودت الجبهة بصواريخ أرض جو كما أنها فوضت حزب الله لتدريب مقاتلي البوليساريو هذا شيء اللي شفناه في فرنسا يالله خرجت من الساحل من مالي ما كيش دابة الأمن تم اللي داس تمك يقطعوه لي راسا لا يمكن أن تقول لنا نحن في جنوب ومريكان وإسبانيا وأوروبا وعين بها والدولة الوحيدة التي تستطيع تضمن لهم الأمان هي المغرب لذلك يبدأ الأمن العالمي يكونوا منفصلين في بلاد أي لحظة تستطيع تشبكوا واحد للروينة في أبواب أوروبا هذا شيء لا يوجد في صالح إسبانيا لا يوجد صالح أمريكان لا يوجد صالح أوروبا والمغرب يريد أن يسترجع أرض أصلاً نحن 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 بمطلق أن الصحراء مغربية الصحراء مغربية زيت لا شك فيها نحن نجلق وراء الأخوة غير أننا اشتغلنا مع الطرف الإسباني بكامل الهدوء والوضوح والمسؤولية فإضافة إلى الثوابث التقليدية التي ترتكز عليها نحرص اليوم على تعزيزها بالفهم المشترك لمصالح البلدين الشارعين وقد تابعت شكصياً وبشغل مباشئ سير الحوار وتطور عن مفاوضات ولم يكن هدفنا هو الخروج من هذه الأزمة فقط وإنما أن نجعل منها فرصة لإعادة النظر في الأسس والمحددات التي تحكم هذه العلاقات وإننا نصدى بكل صدق وتفاؤل لمواصلة العمل مع الحكومة الإسبانية ومع رئيسها معالي السيد بيدرو سانتشيز من أجل تدشين مرحلة جديدة وغير مسبوقة في العلاقات بين البلدين على أساس الثقة والشفافية والاحترام والتبادل والوفاء بالالتزام بالرجولة أنا كنقول ديبلوماسيين ديالنا الحاليين وعرم السعر خاصنا نتقبلوها وخاصنا نعرفو بها المغرب تعادل مع إسبانيا في روسيا في الكرة القادمة تعادل مع إسبانيا في روسيا في كرة القادمة ولكن في الديبلوماسيا مع دولة كدولة اللي فوق كرة القادمة المغرب تغلب على إسبانيا الرباط تغلبات على مادريد تمنى تكون عجباتكم على الفيديوين تمنى تكونوا استفدتوا اللي عنده آراء مرحبا بجمال آراء في كومنتات تابنوا في فيسبوك والمقاول يوتيوب المقاول انستغرام المقاول وكان معكم عزيز نوفل والقناة الدرتالي تطوير وتغيير العقليات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا